في آخر مكان بالجمهورية وبداية مداخل المملكة العربية السعودية تحديدا في حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة والواقعة على بعد نحو 6 كيلومترات فقط عن خط الحدود مع السعودية والتي تبرز حاليا كمسرح كبير لمعارك تحدث بين الحين والآخر بين ميليشي الحث والمقلوع من جهة والجيش الوطني والمقاومة من جهة أخرى تتوارد الأخبار من هناك عن اجتباكات عنيفة ومستمرة وهجوم بقصف الميليشيا مواقع اللواء 25 ميكا بقذائف الهون لترد عليها مدفعية الجيش الوطني في محاولة منها لكسر محاولات الحوثيين السيطرة على اللواء ومنه السيطرة الكاملة على كامل حرض وجزء مهم من حجة الواقعة إلى الغرب من مدينة صعدة معقل الحوثيين الذين يعززون جبهاتهم في حرض وميدي منذ الأسبوع الماضي بعربات ومقاتلين ربما للاستعداد لهجوم قريب كما حلق طيران التحالف بكثفة خلال اليومين الماضيين وشن غارات متفرقة على مواقع الحوثيين وقوات المخلوع صالح لاستهداف تعزيزات ومخازن سلاح وتجمعات لهم في حرض التي يسيطرون على أجزاء كبيرة منها بينما يسيطر الجيش الوطني على أطرافها تدور حاليا مواجهة في هذه الجبهة الهمة لترجيح الكثة كليا لواحد من الأطراف هناك